السلام عليكم أصدقائي تحياتي للجميع فيديو جديد وعدنا مجموعة هامة جدا جدا من المواضيع اللي تتناقلها وسائل الإعلام الألمانية عدنا انقسام بالمعسكرين السياسيين في ألمانيا معسكر مركزي ومعسكر لا مركزي بدأت الأصوات تعالى بضرورة اللجوء للقرار الواحد عدنا تصريحات طبية مهمة وعدنا قوانين ومتغيرات هامة جدا سوف تحصل في ألمانيا في شهر نيسان أبغيل في شهر أربعة القادم كل ما عليكم أنه تبقون نهاية الفيديو حتى تأخذون فكرة عن ما يحصل في هذا البلد من كل النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكالعادة إذا تابعنا من فيسبوك لايك وشير وإذا من اليوتيوب سوينا سبسكرايب بالقناة ولا تنسى تعمل لايك لهذا الفيديو أصدقائي بالأربعة وعشرين ساعة الماضية تم تسجيل تسعة آلاف وخمسمية وتسعة واربعين إصابة خلال ربعين ساعة الماضية ومئة وثمانون حالة وفاة معدل الزيبن تاقي انسيدنس اللي هو إصابات المئة ألف نسمة في كل سبعة أيام في ألمانيا ارتفع إلى مئة وخمسة وثلاثين فاصل اثنين أعلى مدينة بالنسبة إلى الإنسيدنس تسالن هي لاندغايس جيغايتس يعني يقع هذا لاندغايس بالقرب من كيمينيتس في شرق ألمانيا أصدقائي في موضوع الصراع بين المركزية واللا مركزية الذي من الممكن ملاحظته بسهولة على الفرقاء السياسيين في ألمانيا خصوصا من من يتابع الأخبار الألمانية بدقة وبعمق تصريح مهم لوزير الداخلية الألمانية السيد هورس زيهوفا امتعظ السيد هورس زيهوفا من الوضع الحالي في ألمانيا وقال يوم أمس في تصريح مهم أن على الحكومة الاتحادية أن تتولى زمام القيادة في موضوع مكافحة كورونا وإجراءات كورونا وأتى هذا التصريح بعد المقابلة التي أجرتها المستشارة أنجل أميركل مع شبكة قانوات أي أغدي التي انتقدت بها الولايات الاتحادية تعرفون في ألمانيا نظام الحكم هو فدرالي كل ولاية بها رئيس وزراء ويتم مناقشة الأمور مركزي وفدرالي فانتقدت المستشارة يوم أمس بكلمة غاضبة جدا الولايات بسبب عدم التزامها بالقرارات المتفق عليها بالاجتماعات اللي حصلت بين المستشارة ورؤساء المقاطعات الستة عشر أحد الشخصيات المهمة الأخرى اللي انتقد وضع الولايات وأيد كلام المستشارة أنجل أميركل وجاء تصريحها يعني مسايرا لتصريح السيد هورزي هو وزير الداخلية هو السيد ماركوز زودا ماركوز زودا دعم هذه التصريحات وأيد ميركل ودعا إلى اللجوء إلى القرار الواحد للسيطرة على الأزمة فكرة القرار الواحد وإجبار المقاطعات على تنفيذ الأوامر الاتحادية لم ترق لبعض الرؤساء أتكلم عن الرؤساء الولايات الستة عشر في ألمانيا حيث انتقد السيد بودو غاميلو اللي هو المنستب غزيدنت أي رئيس وزراء تورينغن لهجة المستشارة والمؤيدين لهذه السياسة اللي هي إجراءات واحدة قرار واحد يعني اللجوء لكلام الحكومة الاتحادية انتقد الناس المؤيدين لهذه النظرية بشكل كبير جدا جدا وتكلم عن الديمقراطية والقيم وإلى آخره من الأشياء المعمول بها في ألمانيا عندنا موضوع آخر أصدقائي جدا مهم اللي هو طلب من رئيسة وزراء غاينلاند ولاية غاينلاند ذكرت أنه على الناس في ألمانيا اللي جوء إلى عمل اختبارات بشكل أكبر من الفترة السابقة هذا كلامها أتت أن تعبر عن وجهة نظر من خلال هذا الكلام قالت أيضا أن الفحوصات في إشارة إلى الاشنيل تيست هي واجب مدني مهم لأن الذين يختبرون أن نفسهم يساعدون في تحديد العدوى وحماية الآخرين منهم يعني يساعدون في تقليص الوباء ورفضت السيدة غير اللي هي رئيسة وزراء ولاية راينلاند عن حزب الاسبيدي الدعوات لعقد مؤتمر آخر لرئيس المستشار أنجلي ميكل ورسائل وقاطعة الستة عشر وقالت نحن لا نحتاج لعقد مؤتمرات ولا نحتاج للكلام الصحفي ولا الخروج أمام الإعلام هذا الكلام كله غير مفيد نحن نحتاج فقط إلى أن نتحرك بسرعة وبشكل حاسم وننفذ القرارات وقالت أن راينلاند تلتزم بموضوع النوت بغيمزة أو مكابح الطوارئ لما ترتفع الإصابات ودعت الولاية إلى الاتزام بالقرارات المركزية يعني هي ضد عمل اجتماعات وضد عمل خطط وإلى آخره هي مع تنفيذ مع تحرك مع حزم ومع إجراءات فعالة جاء هذا التصريح بالوقت الذي بدأت تتعالى به الأصوات التي طالب بعقد اجتماع وضرورة النظر إلى نتائج الاجتماع وكثير من الأصوات التي تجد أن الحل في ألمانيا هو عن طريق اجتماع للمستشارة ورؤساء المقاطعات الستة عشر طبعا انتقدت الأصوات المطالبة بالتخفيف يعني رئيسة وزراء ولاية غاينلاند وقالت لا يمكن أن نواجه الموجة الثالثة بالتخفيف فهو أمر يعني غير منطقي الموضوع الآخر المهم أصدقائي اللي هو اهتمت بي الصحافة والرأي العام الألماني بشكل كبير جدا في ألمانيا انتقد رئيس رابطة أطباء العائلة الهاوس اقتسا في ألمانيا الدكتور أولغيش فيغلت التقييم الغير كافي للتدابير المتخذة التدابير المتخذة لإحتواء الوباع يعني يقول أنه لا يوجد تقييم صحيح لها ويقول أنه من الصعب التكهن بالتدابير التي سوف تكون فعالة في إشارة إلى أن التدابير في ألمانيا هي هروب من المشكلة ويعني لم يتم اتخاذ إجراء معين بها يؤدي إلى تحسن بالمستقبل هي فقط تدابير لأجل منعه لأجل شغلات مؤقتة ولا يعني تأتي بحل دائمي ويقول أن التدابير والإغلاق التي يتم إقرارها بدون خطة فعالة هي التدابير يعني ليس لها قيمة وكل التدابير التي تم اتخاذها في ألمانيا لم يتم تقييمها وكلها لم تأتي بنتائج مفيدة وفي نهاية كلمته اللي يعني ذكرها أثناء مقابلة صحفية بصحيفة غينيشا بوست قال أن السيناريوهات التهديدية السابقة في إشارة إلى يعني كلمات المستشارة وكلمات أو آراء بعض علماء الأوبئة في ألمانيا قال أن هذه السيناريوهات التهديدية ليست مناسبة لإقناع الناس على سياسة التهديد أن تنتهي بسرعة كبيرة جدا تخيلوا أن هذا الكلام أتى يعني من طبيب ومن رئيس رابطة أطباء الأسرة في ألمانيا ودائما لطباءهما يحذرون من الإجراءات يعني يحذرون من التهاون مع كورونا وإلى آخره ويدعون إلى تشديد الإجراءات ويحذرون ويهددون من يعني ارتفاع الوفيات وإلى آخره أصدقائي رح نيجي الآن إلى موضوعين مهمة جدا إلى سكان ألمانيا كثير من الناس سألوني عن القوانين وعن الإجراءات اللي رح تصير بشهر نيسان القادم كثير أمور تغيرت عملنا فيديوهات سابقة ولكن بسبب كثرة الأسئلة رح نتكلم بالتفصيل بموضوعين الموضوع الأول بالنسبة لموضوع التلقيح إجبارية التلقيح قدتني بعض الأسئلة من بعض الأخوة هل هناك إجبارية بالتلقيح؟ أو هل سوف تكون هناك إجبارية بالتلقيح؟ الجواب هو لا وبالنسبة لموضوع اللقاحات من المنتظر أن يتم توفير حوالي 16 مليون جرعة لقاح خلال شهر نيسان أبريل هناك آمال كبيرة معلقة على شهر نيسان أبريل سوف يكون شهر حاسم وسوف يلعب دور كبير بالوضع في ألمانيا 15.3 مليون جرعة من أسرى زينيكا هذا اللقاح المثير للاهتمام ومن ضمن هاي اللي هو 15 مليون جرعة هي لقاحات بايونتيك وفايزر الألماني الأمريكي وموديرنة يعني هاي اللقاحات الثلاثة سوف يتم توفير 15.3 مليون جرعة لقاح أسرى زينيكا مثير للرأي العام بشكل كبير حصلت حالات تجلطات دموية بسببه ثلاثة حالات وفاة من ضمن أكثر من مليون و700 ألف شخص تلقى التطعيم ولكن كل الحالات بالوقت الحالي هي حالات مشتبه بها لا يوجد تأكيد أساسي بالنسبة للجرعات المتبقية سوف يتم توفير 700 ألف جرعة من لقاح جونسون أن جونسون الذي من مميزاته لا تحتاج إلى جرعتين جرعة واحدة فقط لا يحتاج إلى درجات حرارة منخفضة جدا يعني من أجل حفظه وهذا اللقاح هو أمريكي وسوف يصل إلى ألمانيا بعد منتصف شهر أبريل التلقيح بألمانيا حتى هذه اللحظة 9 مليون شخص تم تلقيح جرعة واحدة يعني أغلب اللقاح الشاعر في ألمانيا هو فايزر بيونتيك اللي يحتاج جرعتين 9 مليون شخص تم تلقيح جرعة واحدة 3 ملايين و 877 شخص تلقح بجرعتين وتشير الدراسات الأخيرة إلى أن النجاح الفعال الذي حققه لقاح فايزر بيونتيك يجعله في قمة اللقاحات الأكثر فعالية يعني لمكافحة كورونا وحسب الدراسات أن هذا اللقاح ليس فقط يمنعك من الإصابة بكورونا أو يجعلك تصاب ربما ولا تظهر عليك أعراض بل لا يجعلك تصاب بكورونا ولا يجعلك تنقل كورونا إلى الأشخاص الآخرين يعني هو يقدم حماية لك وللأشخاص الذين حولك حسب كلام العلماء أصدقائي وبالنسبة إلى موضوع اللقاحات عدنا في التعقيب بسيط قبل أن ننتقل للموضوع الثاني المهم التغيير الذي يحصل في ألمانيا الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيا غيش انتقد التوزيع الغير عادل لللقاحات وقال هناك تفاوت كبير بين حصص دول على حساب دول أخرى هو وجه دعوة للدول الكبرى التي تخزن الكمية الأكبر من اللقاح بالعالم إلى تقاسم اللقاح مع الدول الفقيرة وأهم ما جاء بكلمته يعني من عدى كل المؤتمر الصحفي ذكر يؤسفني أنه هناك 70% من لقاحات العالم موجودة عند 10 دول فقط فهو يدعو إلى تكافل في موضوع اللقاحات وبالنسبة للموضوع الثاني هو يخص الناس اللي يسوقون سيارات في ألمانيا بخصوص إجازة السياقة رح أقسم الكلام بخصوص إجازة السياقة إلى قسمين الأشخاص الذين ينوون الحصول على إجازة السياقة يعني لحد الآن هم ما معلوم إجازة السياقة والأشخاص الذين لديهم إجازة السياقة رح نبدأ بالذين يرغبون بالحصول على إجازة السياقة الذي تغير في شهر أربعة 2021 أو سوف يتغير من يرغب بعمل شهادة السياقة سوف يكون مجبر على عمل شهادة السياقة يعني الامتحان النهائي الامتحان العملي بسيارة غير أوتوماتيك وبعد ما ينجح بامتحان غير أوتوماتيك الامتحان النظري كما هو لم يطرع عليه أي تغيير بعد أن ينجح بامتحان القيادة على سيارة غير أوتوماتيك سوف يحق له فقط قيادة السيارات الغير أو الغير أوتوماتيك يعني لا يحق لك سياقة السيارات من الغيار العادي ولكن رح يتم تخفيض إجور الامتحان النهائي شيء معين يعني لم يتم إعلامنا حتى هذه اللحظة بالمبلغ اللي يتم تخفيضه ربما هو موكل إلى دوائر شد غاسم في كيس أمت في كل ولاية معينة ولكن شخصيا لا أتوقع أنه سوف يكون لك تغيير كبير ولكن الذي ينوي قيادة سيارة غير عادي اللي أنا أشوفه عملي وأشوف السيارات أرخص ومتوفرة بشكل كبير يجب عليه بعد النجاح من الامتحان بالجير الأوتوماتيك اللي يتم عمله وساعات قيادة معينة يجب عليه عمل عشر ساعات تدريب عند مدرب السياقة وبعد أن تنتهي العشر ساعات تدريب مدرب السياقة وليس التوف أو ليس الشد غاسم في كيس أمت مدرب القيادة يعمل لك فحص لمدة ربع ساعة النجاحة بالفحص سوف تتمكن من قيادة الكير العادي أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم شهادة السياقة مثلي أنا ومثل كثير من المتابعين سوف لم يتغير شيء التغيير هو فقط لمن عمل شهادة سياقة غير أوتوماتيك قبل كان من المفروض أنه يعمل دروس عند مدرسة القيادة وبعدين يعمل فحص عند الشد غاسم في كيس أمت أجور الفحص ربما 300 يورو صار شيء إيجابي لهذه الفئة من الناس اللي من ضمنهم أنا بالإمكان قيادة القيار العادي بدون عمل فحص عند الشد غاسم في كيس أمت المطلوب فقط عمل ساعات قيادة عند مدرسة السياقة وبعدها مدرس السياقة يعمل تقييم إلك امتحان أيضا لمدة ربع ساعة بسيط يعني وهو يقرر أنه يحق لك تقود سيارة غير عادي أم لا ويبعث يعني رسالة إلى الشد غاسم في كيس أمت ويتم إدراج هذا الملف إلكترونيا في شهادة قيادتك أوتوماتيكيا هذا كان كل ما جاء من التغييرات ومن القوانين ومن الأخبار ومن الأشياء التي سوف تحصل في شهر أربعة طبعا لا يمنعني شيء من عمل الفيديوهات لكم لا المنزل ولا السيارة ولا العمل ولا إلى آخره إن شاء الله تكونوا استفادية وربي أحفظكم تحياتي لكم مع السلامة